مرحباً أولاً صباح الخير المستمعي الكرام جيد سعيدة التواجد معكم هاد النهار سوف نتحدث عن أساس نجاح العلاقة الزوجية التي تعطينا السعادة الزوجية السعادة الزوجية تعتبر هي الأساس لكي نبني مجتمع كله قوي ومتماسك ودائماً قلقوا في جميع البرامج كل شيء يعطينا نصائح كيفاش نقدر نصنعوا واحد الجيل قوي كيفاش نكونوا مع وليدتنا مزيانين كيفاش نكونوا إيجابيين في الانتوراج دياننا فهذا الشيء كامل تبدأ إلي نجحنا العلاقة الزوجية اللي كما قلنا هي الأساس يعني بخلاصة بخلاصة السعادة الزوجية هي رقم واحد في الحياة الأسرية والحياة الأسرية هي رقم واحد في الحياة الإنسانية وشنو داخل في هذه الحياة الإنسانية؟ داخل في المجتمع إذا قد دينا نحقق هذا الاستقرار فأكيد سنصلوا للناجح إن شاء الله وإذا قبل ما نهدره سنرى كل شخصية بحديثها شخصية المرأة تماماً شخصية المرأة وطبيعتها تكون مختلفة تماماً على شخصية الرجل المرأة تهتم بالتفاصيل تهتم بالتدقيق تهتم بالتحليل تعطي للتفاصيل قيمة عكس الراجل عكس الراجل للتفاصيل نعم وهذا الشيء مشاعب فيها لأن هذه طبيعتها هذه الخاصية وكتكون عندها القدرة كي تعمل بالزفجة للحواج في آنين واحد نعيط له هذا التفكير الحلزوني أو التفكير الدائري نعطيك واحد الميزل بحال هذا المرأة تكون في خدمتها تتعيد طول في ولادها تدخل دارها تدخل الحواجة تدخل عند ولدها الطيب تدخل الحواجة تدخل في التليفون يعني سبحان الله يكون عند هذه الخاصية والمرأة أيضاً نعرف بأن مهما مهما كانت قوية مهما كانت ناجحة مهما كانت عندها السلطة تحتاج للأمان وتحتاج للحب وتحتاج تسمع كل نهار كلام الزوين الاحتضان العاطفي مهم جداً يعني كي قوي شخصيات المرأة وبالنسبة لشخصيات الراجل كيف مقلنا فهو عكسها تماماً هو طبيعته يتهتم بكل ما هو مفيد بالمضمون ولكن لا تستطيع الولادات تفاصيل تماماً ومحتاج أيضاً فترة الانتقال ما هي فترة الانتقال؟ إذا فهموا هكذا النساء فترة الانتقال يجب أن يعمل يشرب قهيوة مع أصحابه يرتاح يرتب أفكاره يدخل عاو تانية للدار يجبد يصلي يرتاح يأخذ وقت عكس المرأة يعني المرأة كيف قلتي ممكن أنها ممكن أنها تدخل يعطي هذه القدرة رأي لجينا نشوف الراجل يهضر التليفون ويجي تهضري معاه رأي يقول لك هكذا لا يقدرش يكمل معك وهو الراجل يحتاج إلى جوجة حواجة رئيسية لإنجاز والراحة يخرج يجبنا الفلس ويقشندون بسؤولية والراحة كما قلنا هي فترة الانتقال يعني عندما تجدوا هذه الخاصية بعضيات سمو كنعرفهم أو عندما يتدع لهم بابهم لا يكون واحد اختلاف فعلا ايا يعني عادي اختلاف عادي لأن كل واحد مختلف بالإضافة لأن كل واحد الخاصية نعم سيكون لف طريقة تفكير لف العادات لف الطقوس دي العائلة وانا صحراوية اختيت جبلية ليس بحل بحل طريقة الطياب يعني المراكة تمشي الواحد الموقس اي كذلك كيف ندخلها في إطار العشرة والولف هو اللي يجعلنا بزد الأمور سوف نتوالفه نعم كيف نتوالفه سوف نتوالفه وانا نرى شخص العزوف عن الزواج والناس مخلوعين وانا نرى نسبة تطلق وانا نرى نسبة تطلق ما يمكننا تطلق وانا نتوالفه عن الشهر وانا تحسن نهتنا إن واحدة سوف نقول وانا نخدم الشهر العسل لأنها سيكون الشهر عسل وعنانا يكون عسل وشوق ولهفة وكل مرة تلبس كل شيء جديد يكون الرجل ويكون الوقت لا يوجد الوقت وعندما أريد أن أعود لن يتعود الرجل ويكون الحياة العادلة ثم لا يكون الاختلاف لن يتراكز يقول الرجل العكس يقول لن تبتلت عليها ويكون الأيام الأولى سواء الخطوبة أو الشار العسل ويقول لك يجعل الماء أشار سنين يكون المرأة والراجل خطوبة ويتعرفوا لا أعرف ما ستدع لهم بابهم شكلتان نحن نتحدث عن هذه البرامج لأنه يكون على الأقل يستعب مرحلة يوجد لها لا نرى الحقيقات لا أحد الأمر للأسف كان بعض الناس خاصة ابنات وشبب مثلا صغار في السن اللي ربما يقارنوا بالحياة الزوجية اللي يتصوروا ويحلموا بها وخاصة مع الأفلام الرومانسية وغيروا فكيبقوا هذه الصورة هي اللي كينتدروها أنهم يجلقوها في الزواج فمن ما تيرققوا لها؟ حسنا اشتركوا في القناة